تم اختيار المخرجة الجزائرية سوفيا جاما باش تكون ضمن لجنة تحكيم الخاصة بالدورة التاسعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا واللي رح تعقد فعالياته من الواحد وثلاثين أوت إلى العاشر سبتمبر المقبل سوفيا جاما رح تكون عضوة في لجنة تحكيم الخاصة بفئة أفاق واللي رح تترأسها المخرجة الإسبانية إيزابيل كواكسيس ومشيها دوبر كالمهرجان رح يشهاد عرض الفيلم الجزائري زافرة آخر الأميرات ضمن نفس المهرجان وهو الفيلم ليروي حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الجزائر بطولة عديلة بن ديمرات في دور زافرة أحمد زيتوني محمد طهر زاوي إيمان نوال عزيز بكروني ناجية العراف من الاشتر والعديد من الممثلين الجزائريين